لازم أسألك على حفلة ترافيس سكوت اللي هي ستقام ده رابر عالمي ستقام يعني سيطلق ألبومه الجديد يوتوبيا في حفل كبير في منطقة العرامات يوم 28 الحفلة دي يعني أنا قريتوا عنها أنها نفذت تذاكرها وطبعا ده واحد من أكبر الرابرز في العالم والحفلة دي طبعا واخد اهتمام كبير جدا من الصحافة الأجنبية كلمني عنها أستاذ عمر طبعا إيه برضو استكمالا لمجموعة الحفلات والفعاليات الغنائية والفنية والثقافية إلى آخر اللي بيوم بيها القطاع الخاص بعد ما أصبح هناك اهتمام عالمي دايما فيه اهتمام علاجي بمصر ولكن اهتمام بتنظيم حفلات وقدرة الدولة أو الشعب أو المنظمي الحفلات يعني على تنظيم حفلات دولية بأذا الحجم في مصر ما كانتش موجود الأول قبل جدا لكن بعد الفعاليات الكبيرة اللي عملتها في السياحة الموطب المميوات ومن بعده ضيئة كداش الناس اهتمت جدا والتفكت وبالتالي أصبح البتاع الخاص هو اللي بيقود هذه الحركة طبعا ترافيس سكوت هو الأشهر في عالم الراب في العالم متابعين وبين الملايين ومش بس الحضور اللي هيكون حاضر هذه الحفل اللي موجودين اه اه امام انه الرابر ده مشهور جدا حفلاته بيحضرها عدد ضخم جدا من الجمهور والتذاكر فعلا اتباعت بعد ساعات من الإعلان عنها لكن بعض الحفلات فيها قلق من بعض الحوادث يعني كان في حادثة في تاكسس حصل فيها حوادث كبرى دركت انه هو كان مقدم للمحاكمة الجنائية وكان فيها عشرة اشخاص ماتوا فهل اه احنا واخدين اجراءات اه بالتأكد من انه التزاحم اه ما يؤديش لاي مشكلات اه استاذ عمر اه طبعا لانه احنا عارفين ده كويس جدا وهو يعني في الحقيقة من اقل من اسبوع تم تبريقته في اه في هذه القضية لانها كان سوق تنظيم عدد ضخم جدا اه اشارتي يمكن تلاتين الف تقريبا كان في هذا الحفل احنا عاملين محدودية في هذا الحفل العدد اقل من كده في حدود الخمس تلاف اه الى ست تلاف فقط وده عدد يمكن اه التحكم فيه وخدنا كل يعني التطمينات والتأكدات من الشركة المنظمة انه يتم تنظيم هذا الحفل على اعلى مستوى عشان فعلا احنا كنا بنقول لهم المغني المطرب مشهور جدا ومهم معوي لكن مهمة كمان اخراج الحفل بسلاسة وبسلامة لكل الموضوعين طبعا اكيد بناخد كل هذه الاجراءات شكرا استاذ عمر القاضي رئيس هي التنشيط السياحة اذا تراف سكوت في الاهرامات يوم 28 يعني حفلات كبيرة تقام في مصر ده رابر مشهور جدا يمكن انا ما عرفهوش لكن ده رابر مشهور جدا لما عملت عليه سيرتش ايته يعني مكسر الدنيا حفلاته ضخمة وبيحضر عدد كبير من الناس عليه جدل بقى بيغني ايه بيقول ايه فيه جدل واسع حوله لكن واحد من اشهر الرابرز في العالم موجود في الاهرامات وقال wait for me at the pyramids انتظروني عند الاهرامات وفيه ساعات قليلة خلصت التذاكر واعتقد انه فيه قواعد للتذاكر انه مافيش حد اعلم من 16 سنة مافيش شونط كبيرة يعني مافيش كاميرات يعني فيه تفاصيل كده معينة من القواعد لحفلة ترافس سكوت